ومن يتابع الأخبار يعرف أن رئيس الوزراء هذه البلاد وعنده النووي تحت الدو يعني رئيس الوزراء في هذه البلاد هو اللي عنده النووي هذه بلاد نووية يعيش الآن ومنذ أيام الحقيقة يعيش أيام صعبة لكن الساعات الآخرة صعبة جدا تهمة رئيسية له ما هي التهمة الرئيسية له؟ هل نهب مليارات الجنيهات أو مليارات الدولارات؟ هل أصبح عميل للروس أو للفرنسيين أو للأمريكيين؟ هل لديه فيلا في كل مدينة أو حتى في الخارج؟ هل لديه حسابات في الأوف شور وفي الأوفين ونشعر أبدا تهمة هذا الشخص رئيس وزراء هذه البلاد لهو الحاكم الحقيقي للبلاد مع الكابيني ومع البرلمان وليس الملكة اللي هي فقط دور بروتوكولي يتهم أنه تلاقى ناس ودار حفلة والتقى حفلة في مقر رئاسة الوزراء في وقت الكوفيد أن الحكومة اللي يرأسها أصدرت تعليمات أنه ما يتفوتوش ستة كيتلاقاوا في الكريسمس انتع 2021 بينما هو التقى من ببا كانوا عشرين أو ثلاثين شخص التقوا في رئاسة الوزراء وبعلمه واحضر جزء من هذا الاحتفال تعليم كريسمس اللي هو مقدس عندهم آه الله وحاجات من هذا القبيل يعني كل التهم موجهة له الأساسية يعني هي هي هذه كل التهم موجهة له هي هذه عفوا واحد وجه خنزير هنا حط في رسالة الخنزير خلوه يتبروك هذا ما شافوش المساعد آه تمام الموجهة له إذن هو أنه اخترق تعليمات أصدرتها حكومة لم يقوم بها هو لم يقوم بها قال بأن على الشعب أن ينفذها لكن هو لم ينفذها تخيلوا ما باعش معلومات ما عندوش فيلات ما هربش المال السبانيا ولا السويسرا ولا ما فتحش الأجواء ما خانش مع الروز هاي التهمة هاي دولة القانون القيامة قايمة ضده الإعلام المجتمع المدني وغاية التواصل الاجتماعي القيامة قايمة ضده على جال أنه حذر أو أصدر تعليمة ولم يطبقها فيما يتعلق بالكورونا في موضوع بسيط احنا بالنسبة لين هاي هوراه هذه هاي دولة القانون ترجمة نانسي قنقر